سيد حسن قبل من رحوا للدور اللي ربما قمت فيما بعد بالتنسيق مع الفريق توفيق حكيني على الشخص يعني كيف وجدت الفريق توفيق يعني البعض من خسومه يقول الرجل الغامض اللغز ربما متآمر ربما يرسيقون به الكثير من التهم اللي ربما في صفه يقول لا هو إنسان ودود خدوم ربما يسمع أكثر مما يتكلم أنت كيف وجدته والله أنا وجدته وأقولها مرة أخرى للأمانة الرجل في منتهى التواضع الرجل في منتهى الحساس بالمسؤولية الحساس بالمسؤولية الإحساس بالمسؤولية اللي راهوا فيها نعم والرجل حينما تطلب منه أشياء عامة فهو لا يتوانى في تقديم المساعدة وإيجاد لها الحل نعم والكثير الكثير من المسائل العامة نعم اللي أنا شخصيا نبهت إليها وتحرك فيها وخدمها فجزاه الله خير نعم وهو رجل مجاهد كما تعلم مجاهد جيش التحرير الوطني ليس فيها لغز وهو أيضا من الوطنيين المخلصين في تصوره ربما من يسمع في حسن من يسمع يقول لا الرجل يمدح صديقه لأنه ربما تكونت بينهم علاقة أو حتى أنت سيسي حسن كنت نائبا في العهدى الأولى من سبعة وتسعين فما بعد عرفك أو عرفناك نحن الصحفين أن كنت عندك القدرة ربما بين نائبين القلائل اللي عندهم القدرة يفجروا ملفات فساد يجيبوا ربما معلومات من أعلى هارم السلطان أتذكر جيدا ملف نحاس تيراد النحاس اللي أنت قلت كان يستورد من فرنسا آه من إسرائيل والبعض قال أن الرجل لديه علاقة ما مع هذا الجهاز اللي يسرب له الملفات ويحاول يضخ فيه بعض القوة يعني ربما البعض يقول أنك تقول هذا الشيء لأنك استفدت ربما من علاقتك معه لا أبدا علاقتي معه كانت مرتبطة بالأزمة بالأزمة الجزائرية اللي مرت بها أما الأشياء الأخرى فهذا عمل برلماني يخص لي أنا نعم فأنا من كان يرسل له وللرئاسة بعض الأشياء وليسهم من يرسلوا لي أبدا وأن فيه نفيا قطعيا يعني لم تستعمل لا يوجد ولم أستعمل في يوم من الأيام لتمرير ملفات لتمرير رسائل ولن أقبل بذلك إلا بالشيء الذي أمارسه وأوهه أؤمنوا به وهي في إطار مهامي النيابية نعم لا يمكن إطلاقا أبدا نعم العلاقة سي حسن تواصلت بعد ذلك؟ علاقة تعاون أقصد به العلاقة طبعا العلاقة هي العلاقة أخوية والعلاقة متواصلة طبعا نعم وتحولت العلاقة الأولية كما تتحول تلك العلاقات بين الأفراد والجماعات إلى صداقة وتتحول إلى أخوة تحوة تحوة